و لما انطلع المالكي اجل الرجل العبادي بعده الرجل العبادي بحيث مسك الدولة بقبضة من حديد قوة كانت موجودة؟ قوة موجودة و عقل موجود فقبض الدولة من حديد و ما خلى لا دينار طاير ولا دينار حاط الكل مسك بايده و بدأ يتصرب موارد صرف بشكل ممتاز لذلك خرجنا من الازمة احنا كنا بازمة مالية كنا تنظيم داعش الارهابي ما اخذ سقط ثلاث محافظات او الى اربع محافظات و قسم حتى من كاركوك و هذه المحافظات بل امتد حتى لدياله و وصل الى حزام بغداد بدأنا نخشع على بغداد من تنظيم داعش الارهابي و الحمد لله اتجاوز الازمة وسلم عادل عبد المهدي 19 مليار دولار للخزينة انطاء سلمه بالدولة 19 مليار دولار قال له هاك هاي اخذ هذه نقطة نقطة ثانية اكو اموال استقراضها من البنك المركزي رجحها كل القروض والسندات والهذا اللي هذا كلها رجحها للبنك المركزي يعني الدولة ما مطلوبة